نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بإشأن رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين من جانبها أكدت الهيئة القومية للبريد أنه لا صح لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عنوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن وأن تلك الرسائل مزيفة مشددة على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية وناشدت المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية